موسيقى السلام عليكم اهلا بكم مشاهدينا الى نشرة اخبار الاقتصاد من الميادين الى العنوين موسيقى توقعات غير مشجعة للنمو في تونس ومخاوفه من فشل السياسات الاقتصادية في الحد من الازمة الاجتماعية موسيقى مبعوث الامم المتحدة الخاص الى ليبيا يضق نقوص الخطر اقتصاد البلاد على شفى الانهيار موسيقى وفي النشرة ايضا حلم حمص مشروع سكني ضخم ونهضة عمرانية احلتها الحرب دمارة موسيقى موسيقى اهلا بكم تشير احدث المعطيات في تونس الى نسبة نمو اقتصادي لا تتجاوز ثلاثة في المئة هذا العام نسبة لن تساهم بحسب الخبراء في اخراج البلاد من ازماتها الاقتصادية والاجتماعية وتنذر بتواصل الاضرابات والاحتجاجات الاجتماعية الشعبية ما لم تغير الحكومة التونسية سياساتها الاقتصادية مراد الدلانسي والتفاصيل من تونس توقع البنك الافريقي للتنمية ان يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة ثلاثة في المئة هذا العام المعهد التونسي للاحصاء كشف ان تونس حققت نموا لم يتجاوز واحدا فاصل سبعة في المئة خلال الاشهر الاولى من العام الحالي نسبة اعتبرها مراقبون ضعيفة جدا ولا تسهم في حل المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي تعاليها تونس وما يزيد من خطورة هذا الوضع الاقتصادي تزايد الاضرابات العملية في معظم القطاعات بالتوازي مع احتجاجات اجتماعية متكررة اخرها في قطاع الفصفات ما تسبب بتعطيله وخسارة الخزينة مئات الملايين من الدولارات الواقع الاقتصادي التونسي لم يتغير بحسب خبراء ما بين حقبة بن علي والعهد الحالي في ظل عجز الحكومة الحالية عن ايجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية العالقة هذه الحكومة ما عنداش جرأة بيشتاقف تقول لا لسندوق النقد الدولي وما عنداش جرأة بيشتقول لا لاثنين في المئة من المستكرشين اللي اثروا زمن بن علي وقاعدين الثري وتوى واللي هما وراء العملية السياسية ودعمين الاحزاب هذية هما دعمين المنظومة الاعلامية وهما لوصلوا هالناس هذه للسلطة سياسيون يحذرون من ان استمرار هذا النمط الاقتصادي سيؤدي الى ثورة ثانية لعدم قدرة ارقام النمو المحققة على خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لسيما للمتخرجين الجامعيين وعلى تنمية المناطق المحرومة نسبة النمو الاقتصادي في تراجعه وما لن يمكن الحكومة التونسية من تجاوز المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد لذلك يدعو اقتصاديون والسياسيون الحكومة الحالية الى وضع انموذج اقتصادي جديد يقطع مع الانموذج الحالي الذي اعتبره فاشلا مراد الدلنسي تونس الميادين نبقى في تونس حيث تراجع العدد الاجمالي للسياح خلال شهر نيسان ابريل الماضي بنسبة 7.4% والمدخيل المالية للقطاع بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفيما تخطط الحكومة التونسية لاستعادة السياحة عافيتها والوصول الى رقم 7 ملايين سائح جاء الهجوم الارهابي على متحف بردو ليرسم مستقبلا مجهولا للقطاع الذي يعمل به قرابة نصف مليون عامل ويساهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الاجمالي اقتصاد ليبيا على شفى الانهيار الكلام لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناندينو ليون بعد لقاءة عقدها مع محافظ البنك المركزي الليبي مؤكدا أن الوضع صعب للغاية فيما يتعلق بالماليات العامة للبلاد ومنذ أشهر يحاول ليون التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا حيث تتصارع حكومتان واحدة في الشرق وأخرى في العاصمة ترابلس للسيطرة على البلد الغني بالنفط بعد أربع سنوات من إطاحة حكم القذافي قال مدير عام منظمة الهجرة الدولية وليام لاسي سوينغ إن موجة الهجرة التي يشهدها العالم حاليا هي الأكبر في تاريخ البشرية سوينغ الذي تحدث خلال مؤتمر عقد في بانكوك اعتبر أن الهجرة واسعة النطاق حتمية وضرورية وهي حقيقة يجب التعامل معها لافتا إلى أن التاريخ أظهر أن الهجرة كانت أمرا إيجابيا للغاية إلى لبنان وفي أجواء ذكر تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي شهدت مدينة النبطية افتتاح معرض عقري يهدف إلى تعزيز حركة الإعمار في المنطقة عضو لجنة المال والموازنة في البرلماء اللبناني النائب ياسين جابر أثنى على النشاط العمراني في المنطقة على الرغم من ملامستها الحدود مع فلسطين المحتلة والتهديد الإسرائيلي جابر تحدث عن العائدات الاقتصادية والاجتماعية لنشاط السوق العقارية فالقطاع العقاري يحرك كثير من القطاعات الأخرى في البلاد وطبعا ينمي الاختصاد يخلق وظائف يشغل يد العاملة ويجب أن يعطى هذا القطاع الاهتمام الضروري ولأيضا قطاع تطوير العقاري مفيد حتى للدولة لأنه يأتي بالريع إلى الدولة في العراق وجه النائب أحمد البدري طلبا إلى الحكومة لإعداد دراسة وخطط لتصدير المحاصيل الزراعية الفائضة عن حاجة السوق المحلية بهدف دعم ميزانية الدولة النائب البدري برر دعوته بضرورة تنويع موارد الخزينة العامة وعدم الاكتفاء بالمدخيل النفطية ولسيما في ظل تدهور أسعار الخام عالميا ويعيش العراق ضائقة مالية وقد تفاقم عجز الموازنة الاتحادية من عكس سلبا على مختلف قطاعاته الاقتصادية وصل إلى العاصمة الإيرانية تهران وفد حكومي سوري لمناقشة تفاصيل الخط الاتماني بين إيران وسوريا والبالغ مليار دولار حيث من المتوقع أن تستكمل إجراءات الاتفاق النهائي وطرق استخدامه مصدر مصرفي سوري أوضح أن الاتفاقية التي وقعت عام 2013 بقيمة 3 مليارات و600 مليون دولار تم استنفادها من خلال استراد قائمة من السلع تضمنت مواد ذات أولوية ملحة وكان وزير الاقتصاد والمالية الإيراني علي طيب نيا بيّن مؤخرا أن طهران تعمل لتوسيع العلاقات الاقتصادية وإقامة مشاريع استثمارية جديدة في سوريا كانت مدينة حمص السورية على موعد مع مشروع معمري ضخم قبل الأزمة سمي بحلم حمص الحلم الذي كان يهدف لتحويل المدينة إلى عصب سياحي منافس في المنطقة إلا أن الأزمة كانت أسرع من الحلم فدخلت المدينة حتى قضت عليه وعلى أمال ساكنيها طارق علي والتفاصيل من حمص حلم حمص الحلم الذي حالت الحرب دون تحقيقه حمص كادت أن تكون مدينة سياحية بمشاريع اقتصادية وخالية من العشوائيات قبل أن تشتعل عشوائياتها وتدخل المدينة في أتون حرب لأربع سنوات زادت فيها دمارا وفقرا نحن كلما وعدون بحلم حمص يتحقق بالسنوات السابقة أجت الأزمة وما تحققها لحلم حمص ولرشان الأيام ما قبل الحلم حمص زادت الشوارع سوء زادت التعليم سوء زادت الحالة الاجتماعية سوء زادت الحالة التصادية سوء أحلام حمص كانت عجيبة غريبة منه مثلا كان فيه بالنسبة للأعمار وبالنسبة للخدمات وبالنسبة للوضع المعيشة بشكل عام بالنسبة لمحافظة حمص هذا كله ما تحقق مناطق صناعية نموذجية واعتماد المسطحات الخضراء كواجهة جمالية وشبكة نقل متطورة بعد التعاقد مع شركات أعمار عالمية حلم حمصة بقي حلما بعد تسلل الرصاص والمعارك إلى أحياء المدينة وإزقتها طبعا نحن قبل الأزمة كنا كتير عندنا أمل كبير بمشروع حمص الكبير والحلم الكبير وكنا متأملين أن تتحسن الأوضاع بمدينة حمص ولكن فجأنا بوجودها الأزمة وبهالأحداث التي مرت علينا وطبعا نحن هذا الحلم انتهى كانت العالم في عنده شيء في عنده شيء عم تحلم فيه هو حلم حمص وكانت بتفاق لي خير جدا بهذا الموضوع فما كان هذا الحلم كان بالعكس كانت المأساة التي أجت على البلد لا يصعب على الكاميرا الجوالة في أحياء المدينة رصد الدمار وآثار المعارك دمار زادته أزمة اقتصادية طاحنة وانعدام أي أفق سياسي قد ينتج استقرارا لمشاريع ترميم أو إعادة إعمار تحتاجهما المدينة بشدة لتعود ولو صورة صغيرة من حلم ضاعت تفاصيله بين متاريس الحرب ورصاصها فغاب الحلم وغاب انتظار الحالمين به إهمال متزايد للأحياء الفقيرة في حمصة أساسا الأحياء التي كانت يفترض أن تشهد إعادة ترميم ما قبل الأزمة حتى جاءت الحرب فأضافت إليها دمارا بات يصعب معه معالجة الأسباب قبل البدء بإعادة إعمار فعلية في المدينة طارق علي حمص الميادين رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق في قفص الاتهام الجريمة مصرفية وتتعلق بمحاولة التهرب من متطلبات الإبلاغ عن صحبات النقدية والكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي FVI وزارة العدل الأمريكية أعلنت أن الجمهوري دينيس هاسترت سحب ما يصل إلى مليون وسبعمائة ألف دولار نقدا على مدى خمسة أعوام وسددها إلى شخص مجهول وجاء في لائحة الاتهام أن هاسترت اتفق على سداد ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار لشخص لم يتم تحديد هويته نبقى في أمريكا حيث انكمش الاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار واشتداد موسم العواصف والثلوج الحكومة قلصت تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي بما يظهر انكماشا بنسبة سبعة في الألف على أساس سنوي ومع الأخذ بتقديرات في حدود نقطتين مئويتين لمعدل النمو في الربع الثاني يبدو أن الاقتصاد الأمريكي بصدد تسجيل أسوأ أداء نصف سنوي منذ أربع سنوات وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثمانية في الألف بموازات فضيحة الفساد التي تعصف بأرويقة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فإن هذه المؤسسة الكروية تزداد ثراء عاما بعد عام حيث سجل الفيفا عائدات بلغت خمسة مليارات وسبعمائة مليون دولار بين أعوام 2011 والعام الماضي المدير المالي للفيفا ماركوس كاتنر قال إن الاتحاد الدولي سجل ارتفاعا في عائداته خلال السنوات الأخيرة بلغت نسبته 37% ويسهم بيع حقوق البث التلفزيوني بنسبة نحو 43% من إجمالي العائدات المالية بينما أسهمت عقود التسويق بنسبة 29% هذا كل ما لدينا من أخبار في الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة للمزيد كالعادة الميدين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة